ترجمة نانسي قنقر وفي هذا الصداد قال الزايد أن تواصل الإلكترونية المباشر عبر المدون الإلكترونية يفتح المساحة للتعرف على تفاصيل المشاريع التطويرية التي يقوم بها الديوان ومن جهة أخرى فإنه يتيح التعرف على رأي المتفاعلين واقتراحهم وملاحظاتهم البناء بشكل يؤدي إلى التكامل في العملية التطويرية على المستوى الوظيفي الحكومي وأشار الزايد إلى أن الديوان يرحب بالمقترحات والملاحظات التطويرية وأخذها بعين الاعتبار ويحرص على توضيح كافة تفاصيل للسفسارات الواردة بصورة تلتزم بالشفافية والدقة حتى يكون الموظفون على علم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات